السلام عليكم الحلقة اللي فاتت او الحلقات اللي فاتت خلصنا جزء الامبيج عملنا المحتوى زبطنا المحتوى والصور زبطنا الروابط الداخلية نزلنا مقال وحققنا الشروط فيه دلوقتي هنخش على جزء التكنيكل بعد ما عملنا الاجزاء اللي فاتت لازم نزبط تكنيكل الموقع طيب ايه اول حاجة في التكنيكل اول حاجة ان احنا عندنا تسلسل هرم واضح ما ينفعش العميل يدخل على الموقع يلاقي مثلا قسم وليكن قسم السيو انت عامل موقع بيتكلم عن الديجيتال ماركتنج كله لقى عندك قسم السيو دخل على قسم السيو لقى في مقالات خاصة بالتسويق او خاصة بالبرمجة ما ينفعش انت دلوقتي عامل قسم للسيو وقسم للتسويق وقسم للبرمجة وقسم للتجارة الالكترونية لازم المقالات كل مقالة تبقى موجودة في القسم بتاعها فهنا بنقول ان تعد هذه واحدة من اسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تعزيز السيو التقني للموقع كلما كانت بنية موقعك اكثر وضوحا كان من الاسهل على عنكن بالبحث الزحف الموقعك وفهرصته وتعد هذه المهمة احد الاشياء الرئاسية اللي بيستخدمها المتخصصين بتاع السيو ومن الافضل ان تكون تجربة التصفح للموقع اسهل ما يمكن طيب بنستأكد من ده امتى لما بنعمل الموقع بنخلي واحد حد من اصدقائنا يتصفح الموقع نقول له خش على الموقع شوف اي معلومة انت عايزها تعرف توصلها او لا لو قالك ان الدنيا سهلة يبقى انت كده ماشي بشكل كويس ومن الحاجات المهمة جدا ان انت عندك تسلسل هرمي واضح لو دخلنا مثلا على موقع زي موقع موضوع موقع موضوع اول ما بتدخل عن موقع بيقولك بيديك كده تسلسل واضح بيقولك ان انت اهم الموادية عندك لو انت عايز اهم الموادية بعد كده بيقولك التصنيفات اللي عنده بيقولك مثلا ان احنا عندنا الطهي دي الحاجات الاساسية عندي التخزية الحاجات اللي تبع المجتمع لو انت عايز حاجات تبع الاسرة الصحة مدن العناية بالذات الحيوانات مفصص لك كده او عاملك تسلسل لكل الاقسام لو دخلت على قسم مثلا الحامل والولادة هتلاقي مقالات تبع الحامل والولادة مش هتلاقي حاجات تبع الطبخ فده التسلسل الهرمي ان انت يبقى عندك تسلسل واضح للموقع ان انت عندك اقسام معينة خاصة بيك ما ينفعش يبقى فيها اقسام ما لهاش علاقة بيك اصلا انت عملت موقع بيتكلم عن الديجيطال ماركتنج فهيبقى فيه اقسام التجارة الاجترونية السيو التسويق ما ينفعش تروح عامل مقال عن الطبخ كده انت جوجل هيحس ان في حاجة غلط لاما الموقع يبقى عام اصلا زي موقع موضوع فيه كل الاقسام طيب انت هتعمل موقع عام مش هينفع تعمل اقسام كلها مرة واحدة وتنزل مقالات في اقسام والمقالات الثانية تبقى فاضية هتعمل الكسم الاول وتنزل فيه مقالات بعد كده هتعمل الكسم الثاني وتنزل فيه مقالات وهتبدأ تضيف كسم الكسم يبقى دي اول حاجة في السيو التوكني ان انت يبقى عندك تسلسل واضح للموقع العميل هيدخل على الصفحة الرئيسية هيبدأ يعرف يخش على الاقسام دخل على الاقسام هيعرف بعدها يخش على المقالات مينفعش الصفحة الرئيسية يبقى فيها مثلا شوية تعريفات عنك وعن الموقع وعن وعن تاريخك وشوية صور ليك والعميل مش عارف يروح فيني يعني فين المقالات فين الاقسام انا مش عارف ادخل فديم الحاجات الوحشة مثلا القايمة اللي فوق دي ديمي الحاجات الكويسة ان انت هنا تحط في القايمة اللي فوق الحاجات اللي العميل محتاجها فهنا العميل محتاج يشوف اجدد المقالات او محتاج يشوف التصنفات فهينزله على التصنفات تمام؟ لو انت مثلا فتحت موقع بيتكلم عن سيو او مثلا شركة سيو شركة سيو مثلا فانا هنا العميل محتاج يخش يلاقي محتاج يلاقي مثلا المقالة بتتكلم عن السيو محتاج بعد كده ان انا اشوف اعمالك فهلاقي فوق هنا اعمالنا عايز اشوف الخدمات اللي بتقدمها فهلاقي خدمتنا عايز اعرف عنك اكتر فهلاقي عن المؤسسة عايز اقرأ معلومات فهلاقي مدونة عايز اشوف حاجات انت عملتها قبل كده منتجاتنا بالمناسبة الموقع ده بتاعي او انا شغال عليه يعني ده دليل انا اصلا مسجل عليه لو بحثت عني هتلاقينا اصلا شغال في امر الشبكة رقم واحد في شركة سيو ده معنا ان الحمد لله انا قدرت اصعد فوق كل شركات السيو ان شاء الله هتوصل معايا انك توصل لنفس الليفل انك تعرف تنافس في اقوى المجالات واصعب المجالات باذن الله من حاجات اللي انا برضو مسيطر فيها شركة تسويق مثلا ده معنا ان برضو قدرت ابقى منافس قوي في كلمة من الكلمات اللي بتنافس كل شركات التسويق باقسام السيو فيها ان شاء الله هتوصل معايا لنفس الليفل حاول بس اتطبق كل الحاجات اللي انا بقولها وان شاء الله على اخر الكورس هيكون فيه مفاجأة كبيرة لكل اللي مشتريكين معايا بازن الله السلام عليكم شكرا